بهدف تأهيل خرجي الجامعات والكليات في مجال الأمن السبراني والمجالات ذات العلاقة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السبراني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد هدف إطلق برنامج تدريب للتأهيل والتوظيف في مجال الأمن السبراني المبادرة تأتي تفعيلاً لاتفاقية تعاون لإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة من خلال تنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل ورفع مشاركتهم فيه برنامج تشرف عليه الأكاديمية الوطنية للأمن السبراني ويأتي ضمن جهود هيئة الأمن السبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال لسد الاحتياج الوطني فيه ويستهدف تأهيل 500 متدرب من الطلبة حديثي التخرج لمدة 6 أشهر تشتمل على دورات تدريبية متخصصة وتمارين سبرانية وتدريب على رأس العمل ولدعم المتدربين في الحصول على فرص وظيفية بعد إكمال البرنامج بدأت الهيئة وهدف في التنسيق مع كافة الجهات الوطنية للاستفادة من البرنامج في سد الاحتياج الوظيفي في هذا المجال من خلال استقطاب خريجي البرنامج